عند زيارة الأبي لابن عمه طلب منه ابن العم يد ابنته لابنه فوافق الأب وعندما عاد إلى أسرته وأخبارهم بالأمر غضبت زوجته وأبنائه وقال له ابنه الأكبر بأدب يا أبي لماذا لا تعطينا فرصة للسؤال عن هذا الشاب الذي سيكون زوجا لأختنا هل تريد تكرار نفس الخطأ الذي أوقعتنا فيه عندما وافقت على زواج أخت الكبرى دون سؤال عن من وافقت عليه زوجا أكانت النتيجة طلاق أختي بعد شهور قليلة غضب الأب فطيبت زوجته خاطرة وابتسمت وقالت له جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه أن والدها أراد أن يزوجها قريبا لها فرد الرسول صلى الله عليه وسلم الزواج فلما رأت الفتاة أن الأمر لها قالت يا رسول الله قد أجزت ما أجاز أبي غير أني أحببت أن أعلم من ورائي من النساء أنه ليس للآباء في هذا الأمر شيئا وموافقة ابنتنا حق شرعي يسبق موافقتك لأن هذه معيشتها لا معيشتك ولكن بالطبع لا بد من موافقتك لأنك الحارس الأمين عليها فأرجو أن تعطينا فرصة للسؤال عن ابن قريبك حتى لنظم ابنتنا ونكون في من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول اهتدى الأب وقبل رأي أسرته ثم دع ابن عمه وأسرته للغداء في بيته وعندما جاء الجميع جلس الابن مع ذلك الشاب الذي سيتقدم للزواج من أخته وتعجب من عدم اتزانه وبعد أن غادر الجميع البيت وفي اليوم التالي بدأ الابن بجمع المعلومات عن هذا الشاب وتبين له أنه يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات التي تعتني بعلاج مدمن المخدرات فأخبر والده بما علم فاعتذر الأب لابن عمه ورفض فكرة الزواج وبعد أيام قليلة تزوج هذا الشاب من فتاة أخرى ولم يستمر معها سوى أشهر ثم طلقها فحمد الأب وأسرته الله لأنهم لم يزوجوا الابن ثم تكون ضحية مع مدمن مخدرات ولم تمر إلا أيام وتقدم شاب صالح تقي لخطبة هذه الابن فسأل عنه شقيقها وعلم أنه من أصل طيب ويتمتع بأخلاق كريمة فعارض الأمر على أسرته وترك لأخته حرية الاختيار فافتسمت الابنة وقالت لأسرتها رضيت بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوِ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ كان هناك فتاة يتيمة ليس لها أحد في الدنيا بعد الله تعالى سوى أمها فتزوجها ابن عمها وكان ظالما لها شديد الظلم والجبروت حيث كان يسيء معاملتها هو وجميع أهله وجعلوها كخادمة تعمل ليل نهار ومع هذا لم تكن تسلم من الأذى والسب والشتم ووصل الأمر إلى الضرب في كثير من الأحيان وكانت هذه الفتاة كلما ضاقت بها الدنيا تلجأ لأدفأ مكان وهو حضن أمها وتشكلها كل ما حصل لها ثم تبكيان ساويا بعض الوقت ثم تعود إلى زوجها كانت الأم ضعيفة ومقعدة لا حول لها ولا قوة سوى أن تشارك ابنتها ألمها بالبكاء معها ظل الأمر عشر سنين وكل يوم يسوء الوضع حتى قرب الأجل وحان وقت رحيل الأم إلى بارئها فبكت البنت وانهارت وأمها في سكرات الموت قالت لها أمي لمن أشكو بعد رحيلك لمن أحكي مأساتي أمي لا تتركيني وحيدة فقالت لها الأم ابنتي إن ميت وضاقت بك السبل تعالي إلى هنا إلى بيت أمك وافرشي سجادتك واسجدي لله وحكي له كل ما يعكر صفوك واشكي له همك وبث إليه حزنك ماتت الأم ومر أسبوع وضاقت الدنيا على البنت فأخذت سجادتها وجرت بها ماء للوضوء وذهبت إلى بيت أمها وعملت بنصيحتها فشعرت براحة شديدة واستمر الأمر هكذا لمدة أسبوعين تأخذ جرة الماء وتذهب إلى بيت أمها تمكث ساعات ثم تعود وهي مبتسمة فلاحظ أهل زوجها هذا فأدخل الشيطان بينها وبين زوجها وقال له من المؤكد أن زوجتك تخونك فهي تذهب من أسبوعين إلى بيت أمها وهي متكدرة ثم تعود بعد ساعات وهي سعيدة فقرر أن يراقب زوجته وذهب قبل الموعد إلى بيت أمها واختبأ في مكان هو يراها وهي لا تراه فذهبت الزوجة وتوضأت ثم صلت ثم وهي ساجدة انفجرت باكية وأخبرت ربها بكل هم يؤلم قلبها وبما يفعله بها أهل زوجها ثم أخذت تدعو لزوجها بالهداية وتتوسل إلى الله أن يصلح لها زوجها لأنها تحبه رغم كل شيء وظلت تبكي وهو يسمع ويبكي معها متأثرا بما يرى ويسمع ثم أنهت صلاتها وإذا بها ترى زوجها يبكي ويحتضنها ويعتذر لها ويعيدها على أن يعوضها ليبشرها أن الله استجاب لدعائها وفي تلك الليلة لم يعود إلى بيت أهله ونام في بيت أمها وهي نائمة رأت شخصا في المنام يقول لها عشر سنوات تشكين لأقرب الناس إليك وما نفعك شيء وأسبوعان فقط تشكين لله فغير الله حالك من حال إلى حال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم